السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد أسلس وواشنطن يحييكم من الولايات المتحدة الأمريكية هذا الفيديو نريد من خلاله أن نناقش كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترام في اليوم الوطني للصلاة المغاربة لا يعرفون ماذا يعني لو يوم العالمي للصلاة أو يوم الوطني للصلاة اليوم الوطني للصلاة هو يوم في يوم للصلاة تقوم فيه المجموعة من الطوائف الدينية أو كل الطوائف الدينية إلا المسلمين لأنهم مستثنون من ذلك بالصلاة لأمريكا والصلاة بمعنى الدعاء لأمريكا وانا أقول ذلك أقول أمريكا هذه حاجة عادية أمريكا 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 ليس الملكة المغرب وان شاء الله الجمهورية المغربية أمريكا دونالد ترامب أمريكا بالضبط على ما كان هذا الفيديو على حركة الغلمانيين أو العلمانيين وملاحدتهم وغير ملاحدتهم اللي يهاجموننا دائما لأننا نحن كناس مسلمين معتدلين فهم دائما يهاجموننا بأنهم أدكياء لدرجة أن أحيانا يقال لك بأن العلمانيين أو العلمانية جاءت من العلم وهذا جهل يعني استراتيجي هذا جهل كبير هذا الجهل يعني جهل مركب أنت تدافع عن العلمانية ولا تعرف حتى معناها ولا تعرف الكلمة اللاتينية الأصل للعلمانية اللي هي سيكلر وبأن هذا التعريف أو الترجمة باللغة العربية اللي هي العلمانية ليست لها أي علاقة بالعلم هي طريقة للناس تسمع العلمانية يقول العلم إذن تقدم الزهار التطور ويذهب بهذا الفكر بدون دراسة بدون بحث بدون أي شيء وهنا يقع في التقليد الأعمى وكي تصنع التاريخ يجب أن تكون أصيلا لم يفلح أي مقلد في العالم المقلد لا يفلح نهائيا يجب أن تكون أصيلا كي تكون أصيلا يجب عليك أن تقوم بدراسة ببحث فالعلمانية ليست لها أي علاقة بالعلم الآن الرئيس كان دائما يهاجموننا الغلمانيين أو العلمانيين يقولون لي أنت يا أحمد أنت مادمت مسلم وتصلي وتصوم لماذا عندما خرجت من المغرب وكلاجئ مغربي في الولايات المتحدة الأمريكية لماذا لم تلجأ إلى السعودية أو إلى إيران أو إلى أفغانستان أو إلى العراق أو إلى سوريا أو إلى دولة عربية أخرى فهذا لأن أمريكا دولة علمانية انظروا إلى ما يقوله ترامب دعنا من العنوين الكبرى هات لي الأحداث ماذا قال ترامب هنا قالها أنا سمعت استمعت إلى هذا الكلمة للرئيس ترامب ثم هاي المسجلة ويرتقب أن يوقع ترامب خلال مراسم في حديقة البيت الأبيض وسط حضور 200 زعيم ديني مرسوما رئاسيا لإطلاق مبادرة البيت الأبيض للإيمان والفرص الغرض منها إطلاع جماعات الدينية أن لديها صوت في الحكومة أفينكم الغلمانيين لا الفصل الدين عن الدولة وشتوكي فاش كان كي هدر ترامب ولا ما شفتوهش رامل لي كانت تقول لي الفصل ديال الدين عن الدولة والعلمانية أنها تقف بنفس المسافة عن جميع الديانات كيعني ما تمس حتى الإسلام ما تمسوش ما شي الله ما تمسش غل تبعد هي غا من المسيحية ولا تبعد من هاتش لا ترى الإسلام ما تمسوش واخر المسيحية المسيحية الداخلة في اللعبة لا ترامب ذلك الاعتراف ديالو بالقدس بأنها عاصمة دولة إسرائيل هذا مشي ديني هذا ها؟ ما هذا مشي مسائل دينية أم أنكم فقط تكرهون الإسلام وأحكامه لا الإسلام لماذا المعرسة تريد سهما واحدا والرجل يريد سهمين مساواة هل أنت تفهم أكثر من رب العباد؟ ثم هل درست الإرث في الإسلام هتعرف الميرات لا تعرف حتى أبجديات الميرات وستتكلموا فيما لا تفهم الله سبحانه وتعالى قال على لسان لقمال وهو يعيد ابنه في طاعة الوالدين وإن جاه ذاك عبويه وإن جاه ذاك على أن تشريك بما ليس لك به علم فلا تطعهما أبوك قد تعرفوا مكانة الأبوين في الإسلام وفي جميع الديانات وكيفش المكانة ديانهم وكيفش قال له فلا تطعهما إن جاهدك على أن تشريك بما ليس لك به علم فلا تطعهما ما قال ليه للدين تشريكها يعني كيفش مثلا أنا غا تبغيني نعطيك فتوى ولا نعطيك شي حاجة ما نهضر لك على لفيزيك نيوكليار وأنا مثلا نقاري القانون العام وللقانون الخاص وللإدارة الداخلية وللشي حاجة كيفش لا يمكن نحن نحن فاش بشينا الوزارة التعليم العالي فاش كانت واحد المنحة ديالليابان في ألفين وجوج كانت تفاجأ أن اللغة دياللينا لن تخطيه واحد قاري فلا فاقده دروة قال لي قاري للدروة بالفرنسي لانتليجون أشوف الكالاخي دير الكالاخ المركب هذا هو الجهل المركب أنا جايب أغير ندير الأغو الشيخ سيونتيفيك في الفيزيك وأنت جايب لي واحد مقاريش الفيزيك وبغي حتى واحد فيزيسيا ما يمكنش حكم عليك أنت في واحد الموضوع ديالالدرواع ولا ديالالتاريخ ولا ديالالتاريخ هنا كل تخصص عندهم وليه هنا ترامب ماذا قال المهم باش نقول لكم أشنا هو كلها كل عام يصدر الرئيس عمران الاحتفال بهذا اليوم اليوم هو الثالث من مايو لأن اليوم الخميس هو كل الخميس الخميس الأول من كل شهر ماي يكون اليوم الوطني للصلاة كيف تكون فيه المسيحية يكون فيه اليهود شلت حسا ديانة أخرى اللي هي ما عنداش علاقة بالديانة السماوية ها تتكون تمع للصلاة لأمريكا من أجل أن أمريكا يعني يرحمها الله ويتغمضها بالرحمة دياله ويساعدها مسيحة يعني هد اليوم العالمي للصلاة هنرا كيبالك تدخل الدين في السياسة رأي الدين والسياسة ممكن كيش تفصل لهم رأي لك أنت عندك في صنف الشخصية كتقول غا تفصل لهم لا لا أنا نضب الرأسي نشرب ونسكر ندير اللي بغيت أنا أنا ما نشرب أيه والكرا هدك توجه كتاخده كتاخد قرار كتتوجه به فرق ما بين واحد الإنسان كيدير لواحد الأخطاء حتى في القانون مثلا كيدير شي كيرتاكب واحد الجريمة وهو تعرف رأسه بأنه غلط وواحد الإنسان كيرتكب واحد الجريمة وهو يؤمن بأنها واجب خاصة تكون هكذا فرق فرق بين الإنسان دار الغلط وعارفه غلط وهو يتمنى أنه لا يدير شيء يعني عنده ندم نرى دور في دفعاته يعني كتكون دور في دفعاته لأن إلا دين هالدور ممكن أن هذا يكون مزيح مثلا كي يسترق ما عنده فلوس مثلا كي يتقمع في بلاده كينه ينفجر ولا يمشي يقتل شيء واحد ولا يدير شيء حاجة محلوك ممكن كتكون واحد ولكن واحد الإنسان يمشي يقتلك لأنه يظن بأن بالواجب الديني دياله القانوني عليه أنه يقتلك مثلا مثلا ما مشوش بعيد واحد الفرع متطرف في السلفية الجهادية حتى في المغرب كانوا وكان في دول أخرى صحيح انت كتبالله في نظره بأنك كافير سواء قتلك على ذكر شيء آخر احنا دابتي يقولون لنا هاد الغلمانيين المتطرفين انتم ما احنا لش كتقولون لنا الكفار لش كتقولوا لنا انتم مرعايشين في بلاد الكفار فخبارك بأن هاد اللي كتقول لي من الكفار هم مسيحيين وديانات أخرى المسيحيين كيحسبوا المسلمين الكفار وكيحسبوا اليهود كفار وليهود كيحسبوا الكل الكفار وحتى البوذيين والمصيرات كيحسبوا الاخرين كفار اذا كافير بالنسبة بالنظر لك انت على حسب ديان انت اذا انا ممكنش ليا نقول لك بأن انت مسيحي وانا كمسلم أؤمن بالإسلام نقول لك انت على حق انا ما تنقول لك هذا تنقول لك انت على ضلال وانت كمسيحي غتقول عليتنا على ضلال وغيجي الغلماني تو يقول علينا في جوجنا على ضلال اوكي اذا كان هنا الرئيس الامريكي دولارال ترامب ايضا واحد هنا كان شفو الرئيس الامريكي دولارال ترامب اه تتكلم مزيلا وهذا كان ساجين و لم يكن يعرفه لأنه كان سرق بنكا و في الأخر أنه سأدخل الستيجن و سألتقي بأن يبدأ يعرف جيزيس و جيزيس قال له أنا سأكون أنا هو الرب ديالك و بدأت يقرأ على جيزيس و يقرأ في البيبول وهذا و إذا سأخرج كمسيحي و يجعل سوق جواه أو معقول أو إنسان آخر يعني الإيمان سيغير النفو الصحيح كما قال ترامب يغير التاريخ و يغير أشياء أخرى هذا نحن متنفقين عليه كان هذا الفيديو الهدف منه هو أن هذا الذي تقول لنا الغلمانية أو العلمانية أنت يا بلاد الكفار سير للسعودية سير لهذا ثم بغيتوني نجي للسعودية باش يسلموني القوات السوادة باش يسلموني المحمد السادس إلا ما حطونيش في السجون ديالهم تمنق على ما فروسكم شدوك الناس للسواعدة اللي يدخلوا للمغرب و شدهم و وصيفتهم للسيجن عند بن سلمان وشي وحدين بقين في السيجن وهنا سيبان بأن هاد الناس اللي تيقولوا هاد الكلمة هدي ديال سير للسعودية من هنا تنقولها و أعلنوها خدامين مع المخابرات المغربية و اللي مخدمش معهم راه ها احتهو خائن و الخيانة لا تكون بالعمالة فقط ولكن بالغباء أيضا حدي باش نزيد نعكدها بالغباء أيضا إذا ما بقى لنا إلا نودعكم على أمل اللقاء بكم في فيديو قرم إن شاء الله المهم هنا كتاب أولي مسلم وهو كتاب الله شفتوه و عندي حتال بايبل حتال عندي من الكنيسة من الكنيسة الماتساديس لأننا نقرأها لا نعدي مشكلة لا نخاف عنها مع العلم أن المسيحي يخاف يقرأ القرآن لا يستطيع أن يقرأ و سلمتهم هنا يا ناس سلمتهم القرآن باللغة الإنجليزية و لا يستطيع أن يقرأ لأنه يعلم الرسم و لا يستطيع أن يقرأ و لا يستطيع أن يكمل كذب أن يتبلي الحقائق و يخيف على الدين و العقيدة لأنه لا يريد أن يعترف بأنه رأي العمل ديالك و اللي غري يوصلك الرئيس ترامب قال قبل ما يستري قال لي بأن البلاد ديالنا اللي هي أمريكا وقفت على ثلاثة الحويش هارد ووركين انتليجنس و براير يعني وقفت الأمريكا على العمل والدكاء أو والصالحة ما فهمنا إذن ما قلنا إلا نوضعكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعاشت الجمهورية المغربية و إن شاء الله في أقرب وقت نكون في الجمهورية المغربية بالمغرب ونحاكم القواد الإرهابي محمد السادس لعنة الله عليه موسيقى